دكتور بداية نعرف من حضرتك أهمية انتلق المرحلة التانية من تنمية وتطوير سيناء بسم الله الرحمن الرحيم طبعا بدون شك أن المرحلة التانية من تنمية سيناء استكمالا للمرحلة الأولى وما تم من إنجازات في هذه المرحلة يمكن تنمية سيناء في عصور سابقة لم تكن تحظى بالاهتمام الكبير وخاصة بشكل أكبر شمال سيناء وطبعا توجهات سيادة رئيس عبد الفتاح السيسي وتوجهات الحكومة في الفترة السابقة كلها لتنمية مستدامة وشملة لشبه جزيرة سيناء مع التركيز على المشروعات القومية الكبرى اللي بتعمل أكتر من حاجة بتولد فرص عمل بتخلق فرص عمل لأهالي المنطقة وبالتالي بتدخل دخول لدويهم ويتحسي مستوى معيشتهم تنمية عمرانية من خلال قضاء العشوائيات وبناء المجتمعات التي تليق بحياة كريمة لأهالي سيناء وللمواطن المصري بشكل عام أيضا مشروعات قومية متعلقة بمجالات عديدة منها مجالات صناعية منها مجالات زراعية منها مجالات سياحية منها أيضا ما يتعلق باللوجستيات والموانئ والمطارات البنية التحتية اللي تم إنشاءها في فترة وجيزة من الزمن في عمر الدول على مستوى جمهورية مصر العربية ومنها طبعا شبه جزيرة سيناء دي هي زي ما بقوله الأساس لأي تقدم مش بس لأي تقدم لأي استثمارات سواء كانت محلية أو عربية أو أجنبية لأن لو لا وجود البنية التحتية بشكل المشرف اللي احنا شايفينه دلوقتي مش هابه فيه أي استثمار ولا حتى استثمار محلي وبالتالي التوسع في هذه البنية التحتية بشكل كبير جدا يعود على المواطن المصري بمردود إيجابة